هذا صحيح من المدينة ذيقار على صفيح ساخن تظاهرات متواصلة وأن لها انتهدأ قبل انتزاع الحقوق المشروعة وأحداث أمنية متفرقة ومواجهات في عدة مدن بالمحافظة ومهلة اختيار محافظ بديل يلبي مطالب المحتجين انتهت عشرات المتظاهرين صعدوا من احتجاجاتهم وأغلقوا الطريق الرئيسي بين الناصرية وقضاء الغراف المجاور لها رافعين شعارات مطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل الناصرية أو شعلة ثورة تشرين كما يصفها المتظاهرون لم تهدأ فيها الاحتجاجات منذ التصعيد الأخير الذي طالب فيه المتظاهرون بإقالة المحافظ السابق نظم الوائلي هو دفع من أجله الدماء ليجبر رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي على تكليف عبدالغني الأسدي بشكل مؤقت لحين تسمية محافظ جديد الأسدي باشر بمهام محافظ ذيقار خلفا للوائلي بهدف السيطرة على أوضاع المدينة أمنيا وتهدئة المتظاهرين بعد وقوع صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد منهم وعلى إثر ذلك أعفى الأسدي كاظم موسى عطى من منصب قائم مقام قضاء الرفاعي وكلف عمار ياسر حسين قائم مقام للقضاء وكالة إلى حين تسمية مرشح جديد من قبل الحكومة في بغداد إجراءات لم ترضي محتجين ناصرية الذين يواصلون حراكهم السلمي المطالب بتكليف محافظ مدني مقبول من ساحات الاحتجاج حصرا ورفض أي مرشح من الأحزاب الفاسدة ما دفع حكومة الكاظم للتفكير بحلول بديلة أبرزها تشكيل خلية أزمة في المحافظة خلية قال المتظاهرون إنها محاولة حكومية جديدة لاحتواء الاحتجاجات التي باتت السيطرة عليها ضربا من المستحيل لا سيما بعد سقوط المزيد من الضحايا فلا ثقة بالليجان التي تشكلها الحكومة فهي مجرد أدوات لكسب الوقت ليس إلا هكذا هو قرار المتظاهرين مستندين بذلك إلى الخلية التي ترأسها سابقا جميل الشمري وكانت النتيجة قمع المتظاهرين بالرصاص الحي واستشهاد العشرات من المتظاهرين ومثلهم من الجرحة نسأل البالك للوقت لطرق المتنة نسأل البالك للوقت